برحب بحركم مرة تانية وما زلت نقاشتنا وحواراتنا في صباح الخير يا مصر متعلقة أيضا بالحوار الوطني يمكن كل يوم منخصص فقرة كاملة عن مدار من كواليس في الحوار الوطني سواء في جلساته الخاصة بالمحور السياسي أو المحور الاقتصادي أو حتى المحور المجتمعي عايزين نقول إن الحماية الاجتماعية وتحفيز لسفمار السياحي كانوا ملفين مهمين جدا تم منقشتهم داخل لجان الحوار الوطني في الفترة الأخيرة وخصوصا إن فيه دور كبير بتقوم بالدولة المصرية في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية عبر عدد كبير من البرامج الموجهة للأسر الأولى بالرعاية يمكن ملف الاستثمار السياحي واحد من الملفات المهمة جدا إلاها تتناقش في الوقت الحالي لأن السياحة بتعتبر عنصر داعم للاقتصاد المصري خصوصا إنها طبعا بتوفر عملة صعبة وفي نفس الوقت بتشغل أيدي عاملة كتير خلينا نتناقش في الموضوعات دي مع ضفنا النائب محمود القطع وطنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أهلا وسهلا بحضرتك من أولنا ومشاهدين صباح خير على حضراتكم وصباح خير على كل استاذة ومشاهدين أهلا بك ست النائب ربما عدد كبير جدا من التوقعات أو الناس بتعول على الحوار الوطني في عدد كبير من الحاجات مظلات الحمال الاجتماعية المصرية كتيرة جدا سواء الأشياء أو المنحة اللي بيقدمها الرئيس في أوقات الأزمات الاقتصادية حياة كريمة عدد كبير من المظلات المختلفة نقشته إيه بقى في الجلسة الخاصة بالحمال الاجتماعية إزاي نطورها إزاي يعني تبقى ثبتة في ما يعرف بدولاب الدولة المصرية هو الحقيقة أن الحوار الوطني كان يمكن أكتر اللي بيميزه هو تنوع القراءة يعني جميع الأطياف كانت مشاركة جميع الأفكار كانت مشاركة الكل مجمع أن احنا في ظروف اقتصادية صعبة وأن الحماية المجتمعية جزء مهم جدا من الموازنة العامة للدولة ومن المبادرات اللي بتقوم بيها الدولة ومن بلاء الإنسان المصري أيضا بالزبط كده المثلث اكتمل بأن احنا المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني ده اسمه مثلث التنمية دلوقتي اكتملت المشاركة بتاعته لما الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2022 أطلق عام المجتمع المدني فهنا حصل ترابط وتكاتف بين المجتمع المدني والجامعات الأهلية سبقها بسنة قانون الجامعات الأهلية لتعدل فأصبحوا أن هم قادرين يمارسوا عملهم بطريقة أحسن الكلام وتنوع الأراء دلوقتي بيقول أن احنا على قد ما احنا مهتمين أن احنا نزود الدعم للمجتمع وخصوصا الطبقات اللي اتضغطت أكتر من الأزمات الاقتصادية لكن كمان احنا لازم نشتغل على تفعيل من احنا نوجد لهم فرص العمل أو آليات الحياة اللي تخليهم يتخرجوا من تحت هذه الحماية الاجتماعية يعني الهدف ما يقاش الحماية الاجتماعية لكن الهدف هو الدعم لحين أن أنت توجد له أسلوب حياة خليه يقدر يستمر ما يبضلش طول عمره وعيش تحت مضلة الحماية الاجتماعية لأن مع الوقت ما ينفعش يتحول الحماية الاجتماعية أو الدعم لهو الهدف لا هو بأداة أن احنا نوصل لكده تنوعب بقى الأفكار والمقترحات في هذا الأمر طيب يعني واحد من الملفات اللي دايما بتقمطروحة إيه اللي حيحصل الناس نخاف من عليها العيب إزاي الحاجات دي هل ده مرتبط بواحد من الملفات اللي حيتم طرحها النهاردة وهو القضية السكانية أو النقاش في القضية السكانية اللي اتنين دول ممكن يبقى فيه بينهم أي نوع من أنواع الربط هو مهم قوي أن احنا نقول أن الزيادة السكانية سلاح ذو حدي يعني على قد ما هي قوة بشرية وقوة داعمة وقوة عاملة وقادر أن هي تدعم المجتمع هي في نفس الوقت هي بتلتهم التنمية بشكل أو بآخر لما بتكون مفرطة أو بدون أو يعني مش متوكبة مع الموارد بتاعة الدولة مش بتتحسب عن طريق مثلا أن احنا نشوف خصائي السكانية وبعدها نقدر نقول هي قوة داعمة ولا لا يعني لو أنا عندي زيادة وعندي ناس كتير وحتى وإن كانوا قادرين على أنهم يدخلوا سوق العمل لكن الخصائص السكانية للناس أعتقد بتفرق لو في عندنا أمراض تغذية لو عندنا أمراض نقص أي أن كان بقى يعني نشتغل على دا الأول أعتقد يكون من الأفضل صحيح يعني أنا متفق مع حضرتك جدا هي الفكرة كلها أن احنا الزيادة السكانية بخصائص معينة زي ما ممكن تبقى منفعة وممكن تبقى ضرر إزاي إحنا نقدر نوظف دا أعتقد أن النهاردة المناقشات في الحوار الوطني هنحط إيدنا بس على المرض مش على العرض يعني إيه يعني إحنا إزاي نقدر أن إحنا نتحول إلى مجتمع أولا بيستثمر في سكانه بأقصى قدر وممكن زي ما حضرتك أشارتي بالزبط يبقى مجتمع منتج ومنتجع مجتمع قادر على الإنتاج في نفس الوقت هذا المجتمع يبقى مدرك كويس أوي أنه هو في لحظة من اللحظات محتاج أنه يعمل بيتعالى عليها ضبط للزيادة السكانية يعني إحنا مهم أن نظر لمجتمع شاب لأنه دي أحد الخصائص القوية فينا نظر لمجتمع متنامي ولكن في نفس الوقت عندنا ضبط المعدل هذا الأداء علشان ما تبقاش التهام للتنمية اللي بتحصل أحد الأدوات اللي بتغرق التنمية هي الزيادة السكانية المفرطة اللي إحنا نقدر نغرق في مجتمع بنعالجه ومجتمع مش عارفين نعلمه ومجتمع مش عارفين نعمله نوفره وسائل الحياة المختلفة فهي دي اللي بتسبب مشاكل كتير إزاي نقدر نعمل التوازن ده أعتقد المناقشات الهرب طيب أحد أهم مشاكل ملف الصناعة في مصر أنا ما عندناش عامل حرة في مؤهل وتنوعت الكثير من المبادرات من أيام مباركول وصولا لمش عارف الجامعات التكنولوجية دايما الدولة بتعمل برامج علشان تدينا عمال أو فنيين مهرة طيب إنت إزاي حتدخل بقى الـ 529 مليار جنيه اللي هم الحزمة المقدمة من الدولة للدعم المجتمعي أو للحماية الاجتماعية وتخصص منهم جزء اللي تدريب أو لإنتاج يعني زيت 4-0 بحجر هل ده موجود؟ يعني هو موجود طبعا موجود ولكن هو جزء كبير منه والأهم هو ثقافة مجتمع يعني إحنا عيشنا فترات طويلة المجتمع مهتم بأننا عايزي بشهادة عليا وعلقها على الحيطة أو على أننا عايز أدخل كلية من كليات ما تدعى بكليات القمة ثقافة المجتمع محتاجة تتغير وفيه شغل كبير على ده دلوقت التعليم الفني تعليم الفني عليه جزء كبير جدا إن إحنا نبقى عمدنا مهن فنية يعني مدربة ومؤهلة لسوق العمل علشان تقدر إن هي تحقق لنا الغرض ده في جلسة الصناعة بصراحة يمكن الوحيد اللي تكلم عن هذا الأمر كان النائب أكمل نجاتي عضو تنسيخية شباب العزاب والسياسيين قال لهم إحنا كلمنا في كل حاجة بس ما تكلمناش في العمل الفني في طريقة حياة وطريقة تدريبه الحاجات دي كلها وفعلا كان ليه توصيات مهمة جدنا إحنا هنعلم إيه حراك قلتلي دلوقتي إن إحنا عندنا برامج للتعليم إن مش كل الدعم حيبقى موجه للطرق وللمدارس عندنا برامج موجهة للتعليم هنعلمهم إيه هقول لحضرتك يعني يمكن بكورة الأمر يعني النهاردة الرئيس عبدالفتاح السيسي باعت النهاردة على فكرة ملف التعليم هيناقش في الحوار الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي باعت مقترح يخص التعليم التعليم الفني والتدريب المقترح ده أرسلوا للحكومة والحكومة أرسلتها لجنة الحوار الوطني النهاردة هنقحن يعني إنه نهاردة هيكون فيه منقشة في الأمر أعتقد إن المقترح ده هيكون ليه دور كبير قوي في إن إحنا نعمل فلسفة للتعليم إحنا عمدنا على فكرة التعليم الفني في مصر جزء من وزارة التربية والتعليم وليه بعض المجهود الإيجابي وعندنا جماعات التكنولوجية منفروض تخرج كوادر وعندنا بعض الجماعات التكنولوجية عندنا مبادرات من رجال أعمال في كتير رجال أعمال على فكرة عاملين مدارس للتعليم الفني بس فيما يخص نشاطهم بس إحنا ميت مليون ما هو ده اللي أنا بكلم فيه أنا محتاج إيه؟ أنا عندي كم كلية هندسة مثلا صحيح يعني عندي 28 هندسة حكومية وزيهم في القطاع الخاص هل بقى عندي فنيين قدوهم مع العلم إن أنا محتاج فني أكتر من المهندس ده صحيح أنا متفق مع حراك جدا في موضوع إن أنا محتاج الفني أكتر ومحتاجه مدرب محتاجه مؤهل لأنه هو ده الشغل يعني على حراك هو ده اللي بيشتغل وهو ده الدين الديناميكي إن إحنا نخلي المجتمع مؤهل إنه هو يتقبل أو يبقى الفني بالنسبة له أمر مهم مش مجرد أمر ثانوي ده حاجة مهمة إن إحنا بقى نعممه ونخليه معمم أنا أعتقد إن المقترح اللي بعته الرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة هيحقق لنا الغرض ده وهيتم منقشته في الحوار الوطني وكان يعني شيء إيجابي جدا أن الرئيس لما يكون عمده حاجة أنا مش عايزة بقى عندي مرور الكرام على النقطة دي فكرة إن الحوار الوطني يكون بالأهمية وفكرة إن الحوار الوطني لما بقلنا كثير في الأعلام عاملين نقول هو لكل المصريين وفعلا الناس بتشترك بمختلف الطرق حتى يعني رأس القيادة السياسية عندنا في مصر هو كمان بيتقدم بالمقترحات وبيتم منقشتها في الحوار الوطني أعتقد دي نقلة كبيرة جدا في الحوار وأعتقد إن ده كمان بتثري الحوار بشكل كبير وحتخلي ناس أكتر تقبل أكتر إنها تسمع وتشوف ويبقى كلام تنفيذه أسرع وأسرع خلينا نتفق إن ده رئيس الجمهورية يعني هو كان ممكن يطلع قرار أو يبعثه للحكومة تصدر بيه قرار لكن فكرة إن هو يطرحه في حوار مجتمعي هو يعني أولا عايزي حقق الهدف من الحوار إن إحنا ممكن هذا المقترح يتم إثراءه بمقترحات جاية من النخب والشخصيات العامة والطيارات السياسية المختلفة ده رقم واحد رقم اتنين إن ده فعلا أمر يخص المصريين كلهم ومؤثر في الحالة المجتمعية المصرية هو يعني قرار مجتمعي أكتر منه سياسي فإن هو يتم منقشته في الحوار الوطني هو أمر مهم وإيجابي جدا فيعني الفكرة زي ما حضرتك أشرتك كده إن الرئيس عايز يدعم هذا الحوار بإن هو يطرح فيه موضوعات فكرة دي مش المرة الأولى كان فيه مرة قبل كده برضو فيه مناقشات حول قانون الأحوال الشخصية والرئيس طلب إن يكون فيه حوار مجتمعي كبير على قانون الأحوال الشخصية قانون الإيجاري القديم برضو الرئيس عبدالفتاح السيسي طلب إن يكون فيه حوار مجتمعي هي الفكرة كلها إن المجتمع يتشارك في بناء المستقبل زي ما حضرتك قلت كده هو حوار لكل المصريين يمكن من أول ما بدأنا إطلاق الحوار من سنة وإحنا بنحاول نقول للناس كلها إن الحوار للمصريين مش مختص به فئة معينة ولا ناس معينة طب يا رأي حضرتك في الطرح اللي بتكلم عن إنشاء وحدة اقتصادية ذات طبيعة خاصة لتمويل برامج الحماية بطريقة مختلفة الوحدة دي هتعمل إيه؟ وحتستهدف فئات ما استهدفناش قبل كده ولا لأ؟ وإزاي هتبقى قطاع خاص؟ يعني إزاي هيبقى برامج الحماية للقطاع الخاص؟ الأمر ده مش مفهوم يعني ممكن نوضحه أكتر؟ هو فعلاً المقترح تم طرحه في الجلسة الاقتصادية أو الجلسة الخاصة بالحماية المجتمعية هو المقترح هيبقى قيد الدراسة لأن حضرتك عارف أن كل المقترحات اللي بتتقدم بتطلع بتوصيات للرئيس عبدالفتاح السيسي وبيواجهها في مصارين إما للسلطة التشريعية أو للسلطة التنفيذية فالموضوع طبعاً لسه هيتم دراسة أو بلوارة طريقة الفكر بتاعته لكن خلينا نأكد على حاجة مهمة إحنا زي ما اتفقناً أن إحنا مثلث التنمية عندنا هو الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني التلاتة لما يشتغلوا مع بعض خصوصاً في برامج الحماية الاجتماعية خصوصاً في بناء المجتمع إحنا كده بنحقق أعظم استفادة ممكنة إزاي؟ أنا كلام نظري وجميل هنعجدوى الموضوع يعني زي ما بيقولوا كده مش هنعني بنعمل القانوة هنعني بنعمل صحيح اللايحة التنفيذية الموضوع طبعاً يعني زي ما قلت لحضرتك هو صاحب المقترح أطلق مقترح لكن آليات التنفيذ بتبقى مكتوبة في الورق لما نطلع على آليات التنفيذ هنتناقش فيها ونقدر نحققها لكن من حيث المبدأ هو أعتقد أنه هو ممكن يكون لي وجاهة وممكن يكون لي يعني آليات للتنفيذ تتحقق بحيث أن احنا أي حاجة فيها دعم للحماية المجتمعية رجال الأعمال عارفين كويس أو يعني القطاع الخاص في مصر عارف كويس أوي أنه هو عليه بوعد حماية اجتماعية وعليه بوعد اجتماعي لو هو المقترح وبيأخذ مقابل داعف أمد الضرائف في بعض الشرائح صحيح 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 ده قانون ومنفذ في العالم كله لو إحنا هنخصص ده بتوجيهات معينة أو نوجهها في بعض البرامج الحماية المجتمعية بشكل معين بحيث أنه هو يحقق استفادة معينة أعتقد ده طرح ممكن يبقى كويس هل مثلا حنعمله هل ممكن يكون متعدد الجوانب يعني يتم تقديم مشروعات ويتم مثلا فتح مجال التدريب أو إنشاء مدارس فنية بتصب في صالح الشركة التي تعمل مثلا في مجال التصنيع أو في مجال أي إن كان فنبقى ماشيين في اتجاهين تصنيع وناس بتتدرب وفي نفس الوقت جزء من الدعم يواجه لبرامج الحماية الاجتماعية ويحقق الهدف اللي إحنا لسه كنا بنقول عليه إن الحماية الاجتماعية مش مقرد دعم بل بالعكس إحنا الهدف الأكبر إزاي نخلي الناس قادرة على الخروج من مظلة الحماية الاجتماعية فده ممكن يحقق الهدف ده طبعا لشان كده بقول لحضراتكم المقترح اللي بيتقال لما بيتم توجيهه بعد كده سواء للسلطة التشريعية أو للتنفيذية بتدرس إزاي تحقق آليات هذا المقترح هل ممكن إن إحنا يعقق جلسات تاني تخص المقترح طبعا على فكرة من أحد نتائج الحوار في الأسبوع اللي فات أو الأسبوعين اللي فاتوا إن إحنا وصلنا لإن إحنا عندنا فيه جلسات هتم بين لجان مشتركة مع بعض يعني ممكن لجنة ليه علاقة بالحماية الاجتماعية ولجنة ليه علاقة بالصناعة هتقوم مع بعض وده الطلب مبارح على فكرة فيه لجان لها علاقة بالمحور السياسي والمحور الاقتصادي هتكتم مع بعض إن ما فيش حاجة بقى بتشتغل في جزر منعزلة كله موصل لكله بحيث إنه نعمل يعني نستفيد أكتر شكل ممكن من الأفكار ويتم تنفيذها على أكبر شريحة ممكن هي الفكرة فكرة تكامل إحنا محتاجين إن إحنا يبقى عندنا تكامل مع بعض حتى يعني فيه لفظ دايما يتقالي ولكن الناس في الشغل في جزر منعزلة لا هو الحقيقة إن إزاي نوجد آليات التكامل دي يعني ده بيحصل وهيحصل لفترة اللي جاية إن شاء الله طب اتكلمت برضو عن ملف الإستثمار السياحي وكتير بنتكلم عن الإستثمار السياحي وإحنا إزاي وعندنا قصار وعندنا شواطئ وعندنا وعندنا ودول أخرى في الإقليم ما عندهاش ربع اللي عندنا بس بتعمل ده والمشكلة الحقيقية بتتمثل فيه السلوك من أول سواء التكسي اللي في المطار وصولاً لمش عارف إيه فيديو الفلوجر في الهرم مع سواء الجمل يقول إن حصل كده يبوز الدنيا كلها إزاي نزبط السلوك قبل ما نزبط منظومة الإستثمار السياحي يا سيد النقل لأن أعتقد إن ظبط السلوك هو أول لبنة في لبنات وضع منظومة سياحية حقيقية تقدر تحاسب وفيها عقاب صارم لا يحد يخرج عن المنظومة طبعاً السياحة زي ما حضرتك قلت نظراً لأهميتها الكبيرة هي في المحوى الاقتصادي خدت جلستين جلسة صناعة السياحة وجلسة الاستثمار السياحي والسؤال بتاع حضرتك إجابته كانت في الجلسة بمنتهى البساطة إن السياحة تتحول في ذهن المصريين مش لمهنة أو لمورد ولكن هي أسلوب حياة يعني كلنا نتربى من النشأ كده إن السائح اللي بيجي عندنا ده ده حد مهم بالنسبة لنا وإن هو يبقى مورد من الموارد زي دول كتير نجح تفدى بدايته يكون منين عايز أقول لأحدك بدأنا من التعليم بس طبعاً الكلام كان وقعي أكتر لأن أسهل حاجة لأتي أقول لك نحط مادة في التعليم والتعليم مش ناقص مواد لكن ندمج في التعليم ونضيف في التعليم بأسلوب ناعم وأسلوب يتقبلوا الطفل من أول ما يبدأ إن هو عارف إن السياحة أمر مهم من أول بقى الرسومات للأطفال الصغيرة لبعض الفقرات في بعض المواد لغاية لما يكبر ويخش الجامعة ده رقم واحد رقم اتنين العاملين في السياحة إزاي نقدر إن إحنا نعمل لهم دورات كبيرة في التدريب والتفقيف السياحي المواطن المصري برامج الإعلام تكلمنا في الإعلام على فكرة وقلنا إن الإذاعة والتلفزيون مذالوا مؤثرين جداً في المواطن المصري إزاي نقدر نتكلم معاه ويبقى بواتيرة ثابتة علشان كل الحكاية أنت عايز تربي صورة ذهنية عند المواطن إنه هو السائح ده بالنسبة له حد مهم حاجة يعني حد مهم إنه هو إن إحنا نعمله بما يلغ بي إحنا على فكرة شعب مضيوف وده تصنفنا في العالم شعب ودود وشعب مضيوف بس إحنا أوقات بنضيف الناس بطريقتنا وثقافتهم ممكن تكون مش حاجة مفضلة بالنسبة له إنه ما بيقابلش يعني للأسف الشديد ما بيقابلش يعني هو بيتعامل مع من السائح بيتعامل مع سائق التاكسي بيتعامل مع اللي عنده جمل في الهرم بيتعامل مع مرشد سياحي ومحتاجين كلهم ضبط للسلوكات ومحتاجين إعقاب شديد بيحصل نوع من أنواع لغاية دوقتي المنظومة دي مش ممسوك أعتقد أن أنا شفت دول في الإقليم لو حد خرج عن النص مش بيتم إعقابه بقى فيه حد رادع يعني فأنا شايف أن ضبط السلوك أهم شيء من الأشياء اللي ممكن تزبط المنظومة للسياحية في مصر قبل ما نعمل أي حاجة عندنا كل مقامات أفن أنا متفق مع حراك ويمكن ده كان اتفاق في الجلستين السلوك هيتم ضبطه بحاجتين طريقة طويلة المدى اللي احنا نتكلم عليها الثقافة وقصيرة المدى سياسة الثواب والعقاب القوانين موجودة القوانين محتاجة أنها تتطبق بصرامة وده فعلا بدأ يحصل في الفترة الأخيرة كمان فيه محاجة مهمة حتساعد التطوير يعني منطقة مثلا منطقة الهرم في النقطة دي احنا عندنا حاجات كتير قوي كتيرة جدا وكبيرة جدا ولكن مش عارفة مش هقول مش بيتم صيانتها لكن مش بيتم الاهتمام بيها بتبقى معمو مصروف عليها فلوس كتير قوي وبعدين فجأة الموضوع بيبوز بشكل أو بآخر مش عارفة بقى ما بيبقاش فيه متابعة لما بعد الشغل اللي حصل ما بيبقاش فيه متابعة للمستجدات اللي بتبقى حصلة حواليها في المنطقة مش عارفة فين اللي بيحصل أو ايه مش عارفة حط ايه دي على المشكلة اللي بتقدي إلى إن المنطقة بتبقى شكلة حلو جدا وبعدين بيبوز جدا يعني هو الموضوع له شقين شق كنت لسه هقوله يا مثلا منطقة زي منطقة الأهرامات لأ حصل فيها تطوير كبير التطوير ده تسبب فيه تسبب إن احنا مثلا كل المشاكل اللي حالك بتقولها اللي بتواجه السائح الراجل بتعجم لا الموضوع بقى ليه منظومة إلكترونية وبقى ليه تذكرة وبقى ليه رقابة بقى ليه شكل معين ففكرة إن هو يتلعب مع السائح قلت قوي وده لقى مقاومة بالمناسبة يعني هو معداش برضو مرور الكرام ولكن في الآخر الصحة مش إلا حضرتك بتقولي عليه إحنا حضرتك كلمتي في أهم نقطة يمكن تكلمنا فيها في السياحة التحديات اللي بتواجهنا دلوقتي إحنا كنا زمان دولة تعتبر السياحية الوحيدة في المنطقة لا دلوقتي الدول الأخرى بتهتم بالسياحة وده حقها أنا بقى محتاج إن أنا أطور من نفسي وأطور الموارد بتاعتي أنا عمدي جميع أنماط وأنواع السياحة أنا جاهزة للسياحة 12 شهر في السنة 365 يوم صح بس كل اللي محتاجه شيء تأصيل أن أنا أشوف الاستثمار الأمثل لهذه الوسائل والتطوير الأمثل الدولة عملت بنية تحتها قوية الدولة وفرت الأمن وهو من أهم الحاجات المهمة للسياحة الدولة وفرت يعني فيش دائما مشكلة مواصلات أن السائح ما قدرش يتحرك أبدا بالمواصلات دلوقتي بقى عندنا مواصلات بتوصل في كل حدث لسه كنت أقول الحدث والمواصلات كمان محترمة يعني مناسبة جدا للاستردام وعندنا طرق كان عندنا كرسة في الطرق دلوقتي الطرق بقتهايلة بالضبط والله يعني هو ده اللي إحنا كنا بنقوله في اللجنة الدولة كدولة بقى لها أكتر من سبع سنين وفرت كل ده محتاجين إيه؟ محتاجين بعض الأفكار وبعض الأدوات اللي هي بقى شغل الوزارات نفسها وشغل المستثمرين السياحيين نفسهم وفعلا إحنا دلوقتي بنطور في أدواتنا السياحية يعني إحنا من سننا نتكلمنا على حاجة اسمها السياحة الروحانية في يوم اللجنة ليه لأن إحنا السياحة الدينية هي سياحة المقدسات الروحانية إحنا عندنا آل البيت عندنا مصراء المقدسة عندنا سياحة يهودية في سنة كاترين عندنا جبل الطور الذي تجلى ربنا سبحانه وتعالى فيه بالضبط عن سياحة اليخوت تكلمنا كلام كتير جدا وكان فيه نقاش كبير جدا لأن إحنا الرئيس عبدالفتاح السيسي ودولة رئيس مجلس الوزراء تتوجهوا الاهتمام بسياحة اليخوت بس إحنا محتاجين إجراءات أكتر الفترة اللي جاية علشان نسهلها ونستثمرها هل محتاجين تارجة فئة مختلفة؟ يعني نشوف نعمل كده حصر ليه الدول حوالينا من السائح الي بيروحها وإحنا نكلم فئة مختلفة يعني نشوف حناخد الباكباكرز لا حناخد السن معين لا حناخد اللاكجيريز أو اللي هما يعني عايزين رفاهية معينة هل محتاجين نشتغل على فئة معينة نتكلم عليها ونوجهها ونخطبها ونكتذبها نخلصها نبتد نكتذب على اللي بعدها ولا هنبقى شغالين على التوازي ولا أصلا فكرة أن أنا أتارجة سائح معين دي أصلا مش حاجة عملية بالعكس حضرتك يعني ده كلام أثير برضو في الجلسة أنا شكري كنت معكم في الجلسة أه لا 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 أصلا خليح حضرتك من حاجة السياحة زي ما حضرتكم قولتو حاجة مهمة قوي بالنسبة للمصريين سياحة الفرد اللي حضرتك اتكلمتي عليها وزارة السياحة وحطيتها في استراتيجيتها في 22 2022-23 وإحنا حطنا لهم بعض الأفكار إن من ضمنها مثلا إحنا ما عندناش تطبيق إلكتروني رسمي لوزارة السياحة المصري وطالبنا بداه إحنا سياحة المعاقين متأخرين فيها شوية مع إنها مليار و300 مليون معاقين والدولة عاملة على شغل هايل في ده وسط المعاقين كلهم في العالم كله الناس كلها تتكلم على مصر في التجربة دي بالزبط إحنا ليهم شوية أدوات وشوية مقاومات ممكن نعمل سياحة المسنين إحنا فعلا عاملين فيها دور كبير وليها جهد كبير وبيلنا دول كتير بس محتاجين نطورها أكتر ففعلا استهداف سياحة معينة أو أنماط سياحية معينة ده مهم يكون عندنا وحدة لمؤشر قياس الأداء السياحي إحنا عارفين إحنا فين ومحتاجين نطور إيه ده أمر مهم صحيح منشكرك أنها بمحمود القط عضو تنسيين شباب الأحزاب والسياسين ربما تكلمنا عن عدد كبير من الموضوعات اللي تم منقشتها خلال جلسات الحوار وطنية وكان أبرز ملفات الحمال الاجتماعية وكافية توسيعها واستثمارها بشكل أمثل وإدخال القطاع الخاص والمجتمع المدني وأيضا ملف الاستثمار السياحي بكل تفاصيله شكرا حركة ستنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا مشاهدين نحن نستمع جزيلا معكم وفقارتنا مستبررة خلينا نروح لفاصل ونرجع نستكب البيئة فقراتنا